انت متخيل ان في واحد خسر 9000 دولار بسبب غلطة انت ممكن تعملها بكرة في قناتك واليوتيوب بيقولك ان الموضوع ما من تأثير على قناتك بس انا عايز حضرتك تركز معايا لان الشخص اللي خسر 9000 دولار انت كمان هتخسر سواء بقى الارباح اللي عندك او ان قناتك يتم يقف الربح عليها او تاخد محتوى معايد استخدامه بنتكلم كل عيد وبنتكلم كل مرة بشكل مستمر وطبعا حضرتك عارف ان العيد بكرة كل سنة وحضرتك طيب العيد ده موسم لقنوات الفلوجات فتبقى فرصة كبيرة جدا ان قناة الفلوجات تعمل روتينها اليومي وتنزله وتصوره وتبدأ تنزله على فيديوهات وفرصة قوية جدا لربط الالاقة بينك وبين جمهورك فهنا منشئ المحتوى بيبدأ يستخدم الله اكبر الله اكبر وهنا بنتكلم عن تكبرات العيد او الموسيقى اللي حضرتك بتستخدمها وانا جايب لحضرتك دليل والدليل ده اتمنى ان حضرتك تحطه دايما قدامك كده الراجل ده خسر تسعة تلاف دولار انا محبط جدا من اليوتيوب لقد حصلت على افضل بس على الاطلاق حيث وحققت اكتر من تسعة تلاف دولار اعرف انه شيء مجنون حرفيا ايه ده بس حققت تسعة تلاف دولار ازاي بس اخد بالك البس ده كان مدته خمستاشر ساعة ولكني ساحصل على سفر دولارا منه بسبب مقطع مدته خمستاشر سانية ما عرفش اذا كان الادعاء كاذب ولا حقيقي من الموسيقى او من الشخص اللي عمل ادعاء ولكن خلينا نشوف قدامنا دي الاربوح اللي حصلت والشخص بالفعل حققت تسعة تلاف دولار ودي الكوبيرايت بصوا بقى بصوا بقى انا عايز اقول لحظة دفتك حاجة هنا بقول لك ايه ده ليس انذار ولا يؤثر على قناتك ازاي لا يؤثر على قناتي وانا تخصم مني تسعة تلاف دولار والشخص خدها هو اليوتيوب ده متخلف يعني ده تخلف عقلي انت بتقول لي ان انا حققت تسعة تلاف دولار مش هاخدهم وبتيجي تقول لي ان انا عند الكوبيرايت والكوبيرايت ده مش بتأثر على قناتي بس تسعة تلاف دولار حاخدهم تب ما دي اثرت على قناتي علشان كده لازم تعرف يعني ايه مطالبة لان البعض من حضراتكم غير مدرك مدى المطالبة المطالبة دي شركة بيبقى عندها حقوق ملكية الموسيقى اللي حضرتك بتستخدمها الموسيقى دي بتبدأ حضرتك تنزلها فالفيديو عندك بياخد ما من قيود بيفضلوا اخد ما من قيود لحد ما يحقق الفين تلات تلاف مشاهدة الفيديو بتاعك اول ما بيضرب الشركات بتكون قاعدة مستنيها الفيديو بتاعك يضرب علشان يدخلوا يعملوا المطالبة ويطلبوا بحقهم في الفيديو ده وهنا حضرتك لو ما كنتش منفعل ربح فهو بياخد الارباح كلها وبيخلي قناتك اصلا دي تقف لانك مش هتعرف تعمل تعديل لو انت اكتر من مئة الف مشاهدة وانت مش مفعل ربح يعني القنوات اللي غير منفعالها للربح ماشي لو وصلت بتاع الفيديو بتاعها مئة الف ما تقدرش تعمل تعديل على الموسيقى ولا تقطع ولا تعمل اي حاجة لكن هنا احنا بنقول ان انا ايه اللي حطني في مشاكل المشاكل دي ممكن تأثر على قناتي فبعد عنها علشان ثواني محددة صغيرة انا متأكد ان انا مش هستفد منها يا متواحد دي اكوية العديد خلاص اطلع لها بنفسك الله اكبر الله اقول لها بنفسك واضحك وهزر مع جمهورك وخلي جمهورك يكون مرتبط بيك علشان ما تحطش نفسك تحت رحمة حد انا اتكلمت عن موضوع ده تقريبا في العيد الكبير واتكلمت عن موضوع ده في رمضان والمسلسلات واول واحد اتكلم عن المسلسلات ولستة حضراتكم لغاية دلوقتي بيتم اغلاق القنوات بشكل كبير جدا يعني حقول لحضرتك حاجة خلينا نقول كده كلمة ازالة ماشي يا رب ازالة ازال اليوتيوب قناتك انا عايز حضرتك تبص على الاحصائيات وتبص على الفيديو هات دي يعني ده خلينا نقول منذ النشر او منذ التحميل ماشي بص الفيديو ما كانش بيجيب مشاهدات بعد بالزبط اللي حصل في فلسطين بدأ يجيب مشاهدات اللي هي قلنا اتكلمنا يا جماعة ما حدش نازل فيديوهات عن فلسطين بدأ يجيب مشاهدات بص ولحد اللحظة بدأ يجيب مشاهدات بسبب ان القنوات كتير جدا تم اغلاقها تعالوا بقى مع بعض حد كده ايه الاحدث ماشي شباب راحت قناتي شباب لم تظهر سقاكت المشكلة فين يا شباب اتقفت لوحدها وانا بتفرج انا كنت في الحلقة الاولى من الحشاشين وعدت سبعين الف مسلسلات الفيديو اصلا احنا اتكلمنا عن المسلسلات محدش يتكلم عن المسلسلات وبنروح نقدم مسلسلات انا برضو جاي اقول لحظاتي يا جماعة محدش يقدم اي موسيقى مش ملكي لي ليه علشان انت ممكن تخسر قنواتك كلها وتخسر البحاك كلها وتخسر كل فلوسك وتخسر حاجات كتير جدا انت مش متخيلها بسبب سواني صغيرة من اليوتيوب اليوتيوب انا يقول لك ايه اا يعني غير مؤثرة على قناتك ما اللي فلوس دي راحت فيه ايه التأثير عند اليوتيوب ايه بالنسبة ليوتيوب تأثير اكتر من انا مش عارف اخد ارباحي انا مش عارف استلم ارباحي يبقى ما من قيود دي غير امنة ما من قيود اليوتيوب بديها لك غير امنة اطلاقا غير امنة اطلاقا علشان كده اللي انا بطلبه منك انك ما تستخدمش اي موسيقى الا كذا كان معك السيسي الترخيص بتاعه الترخيص بتاعه او انت جايبها من استوديو اليوتيوب بتاع حضرتك اللي موجود هنا او شريحة من هنا يبقى احنا محتاجين الفترة اللي جاية ما نعملش اي حاجة مخالفة علشان ما فيش شركات ده عدد بترحم الشركات بقت مستنيه اي فيديو لك يضرب الفيديو لو ضرب انت الخسران لو هو عليه الموسيقى وناس كتير جدا من حضراتكم بيحطوا فيديوهات بموسيقى وادعاية احنا بنقول بلاش الكلام ده بدل مرة مئة الف مرة وحضرتك مش متخيل الموضوع ده بالنسبة لك ممكن يكون مدرد زي بس انت شايف قناة فوزية احمد شغالة كده فوزية احمد لسه الشركة ما طلبتش باي حققها ممكن تطلب بكل فيديوهاتها وكل اربحها وساعتها توحشنا والفلوس هتتتخذ من حباب عينيها يا اما قناة هيتم القفر حاليا يبقى لايه نحط نفسنا في مشاكل احنا في غيرنا عندها لما ممكن من الاول ناخد بالنا ان احنا ما نحطش حاجة مخالفة انا تمنى ان حضرتك تركز بالموضوع بالشكل اكبر من كده وطالما عندك اكتر من طريقة مختلفة لانتاج المحتوى وانك تظهر لجمهورك بشكل مختلف ما تعمله لكن ما تنزلش الشارع وفيه تكبيرات عيد في المايك او تقف في البلكونة وفيه تكبيرات عيد في المايك وتبدأ تتصور تقولي ايه ايه ايد فرحة ما ما اجمل فرحة ما ما انت كده ما ما انت كده خروف ما عليش وانتسعالش مني انت كده الخسران انت كده اللي حتندم ما عادش عندنا وغيرك لان الموضوع ده خطر على قناتك فركز ركز ابوص راسك اهو ابوص راسك ركز تمام كان معاكم المرجع الاول اللي منشل محتوى تيو كل سلام حضراتكم دايما بخير وبصحة وسلامة وسعادة ونتقابل في تحذير جديد في العيد الكبير بقى عدم استخدام السكينة والدم والحاجات دي والخرفان عشان نبقى دايما متوجبين معاك بشكل مستمر خصوصا الفترة اللي جاية هتبقى فترة مواسم كبيرة لقناة طبخ للناس اللي عبيت بي عجول للناس اللي بتربع عجول شكرا شكرا شكرا